اشتركوا في القناة ويرتفع هذا الدعم في صفوف الناطقين باللغة الفرنسية إلى 43% في حين تراجع رصيد الحزب الليبرالي في كبك بزعمة فيليب كويار بواقع أربع نقاط مئوية منذ شهر كانون الأول ديسمبر الماضي ليصل إلى 33% في حين أن نسبة تأييد في أوساط الناطقين باللغة الفرنسية للحزب الليبرالي لم تتخطى عتبات الـ 25% كما تراجعت نسبة الدعم لحزب التحالف من أجل المستقبل كبك بزعمة فرانسواليغو إلى 17% مقارنة بـ 19% في كنون الأول ديسمبر الفائت كل المؤشرات تعتبر جيدة بالنسبة لبولين ماروا فقد ارتفعت نسبة الرضا عن أداء حكومتها من 33% إلى 38% بظرف شهر واحد وتمكنت ماروا من الحصول على 27% من نسبة الدعم كأفضل شخصية لشغل منصب رئاسة الوزراء مقارنة بعشرين بالمئة فقط لفيليب كويار كما ارتفعت نسبة الدعم لبند منع موظفي القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية البارزة هذا البند المدرج في شرعة القيم الكبكية إلى 60% في صفوف المستطلع أراؤهم مقارنة بنسبة 51% في أيلول سبتمبر الماضي في حين تلقى الشرعة دعما بنسبة 48% مقارنة ب43% في أيلول سبتمبر الفائت قامت وزارة النقل في مقاطعة كيبك بإجراء مراجعة وإعادة تقييم لوضع أكثر من 600 جسر من الجسور التي تطالها مخاطر تفتت الطبقة الخارجية وتضح أن 47 جسرا بحاجة لإصلاح على وجه السرعة وجاءت هذه المعلومات في بيان صدر أمس الأحد عن وزارة النقل نعيد التذكير أن الحكومة أمرت بإعادة تقييم وضع الجسور التي قد تمثل خطر على السلامة العامة في أعقاب سقوط قطعة من البطون من جسر أنري بوراسا على طريق السريع أتروت كارانت تتوجه رئيسة الوزراء في مقاطعة كابك بولين مرواء اليوم إلى بريطانيا وسويسرا على رأس وفد اقتصادي مهم وتمتد الجولة على مدى خمسة أيام حيث ستشارك مرواء في اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس وذلك بعد زيارة خصيرة للعاصمة البريطانية لندن حيث من المرتقب أن تلقي خطابا حول فرص الاستثمار في مقاطعة كابك وترى رئيسة الوزراء في هذه الرحلة مناسبة فريدة للترويج لمقاطعة كابك وعقد لقاءات باللعبين الأساسيين في القطاع المالي الاقتصادي والسياسي هذا وقد أصبح منتدى دافوس موعدا لا غنى عنه لصناع القرار على الصعيد العالمي توجه وزير العلاقات الدولية والفرانكوثونية والتجارة الخارجية جون فرانسواليزي أمس الأحد إلى اليابان على رأس وفد كابك يضم عددا من أصحاب الشركات في مقاطعة كابك ومسؤولين عن الجامعات وعن منظمات أخرى وتتزامن هذه الرحلة مع مرور أربعين عاما على تأسيس البعثة العامة الكابكية في توكيو وفي بيان صادر عن مكتبه أعلن الوزير ليزي أن الحكومة في كابك تعلق أهمية كبرى على استمرارية العلاقات إلى جانب اليابان وضف الوزير قائلا أنه لابد من تسليط الأضواء أمام صناع القرار في اليابان على الأولويات الجديدة في كابك لجهة التنمية الاقتصادية وفرص العمل لم ترشح أي معلومة عن الاجتماع الذي عقدته لجنة الحزب الليبرالي المكلفة بإعداد تقرير حول موقف الحزب السياسي من العلمانة هذا ومن المرتقب أن تكشف اللجنة التي رأسها جيل ويمي اليوم الاثنين خلال فترة بعض الظهر وفي مدينة كابك عما توصلت إليه من نتائج حول هذا الشأن في إطار اجتماع خاص للكتلة الليبرالية بحضور زعيم الحزب فيليب كويار وكشفت الأسبوع الماضي بعض المصادر عن أن موقف الحزب الليبرالي الشامل إذا العلمانة لا يتوافق مع مطالب النائبة الليبرالية فاطمة هودا بيبان علما أنها سبق وانتقدت علنا موقف حزبها إذا الرموز الدينية البارزة وتشادر تواصل حوار الترشان بين كابك وأتوا بشأن جسر شامبلان الجديد وتطور إلى حرب كلامية بين وزيري النقل فقد ندد وزير النقل في كابك سيلفان جودرو برفض الحكومة الفيدرالية لمطلب كابك القاضي بتأسيس مكتب مشترك لتنسيق أعمال ورشة البناء من جهة أخرى اتهم وزير النقل الفيدرالي دوني لوبال الحكومة في كابك بتسييس الملف وأشار الوزير لوبال إلى أن العمل بين مختلف الوزارات يجري بشكل جيد وبأنه لا حاجة لإنشاء مكتب كما تطالب به الحكومة في كابك وعزت أتوا السبب إلى أنها تمول وحدها المشروع الذي تتراوح كلفته بين 3 و5 مليار دولار هذه التصريحات جعلت الوزير جودرو يستشيط غضباً حيث اعتبر أنه على عاتق الحكومة في كابك تقع مسئولية بناء نظام قطار خفيف وإيصال الجسر الجديد إلى شبكة الطرقات العامة في موريال ومنطقة الريف سود هذا ولم يتمكن الوزير من تحديد كلفة تلك الأعمال إنما بحسب تقديره فإنها ستتطلب ملايين الدولارات تعاهدت الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية في مقاطعة كابك فيرونيك إيفون بطرح خطة عمل جديدة لمكافحة ظاهرة التشرد التي طالب بها رئيس بلدية موريال دوني كودير وذلك بحلول فصل الربيع المقبل في الخبر الأخير كشف المعهد الوطني للصحة العامة في كابك عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض السرطان في مقاطعة كابك خلال السنوات العشر الأخيرة والسبب الرئيسي يعود إلى التدخين وأتى هذا الإعلان تزامنا مع بداية الأسبوع الكيبكي لمكافحة التبغ انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة